الحقيقة ما أنسى الحقيقة أنه من مكة المكرمة هناك في جرعات توعوية مكثفة من قبل المطوف مع الحجاج على برنامج المناسك وكيفية تحرك الحجاج في منطقة المشاعر بالكامل بالنسبة للوالد زي ما ذكرت الحقيقة والدي عبد الرحمن صقاط وجدي أبو الوالد وهو إبراهيم صقاط وبالصدفة الحقيقة أيضا كمان جدي أبو والدتي وهو أيضا مطوف وهو أحمد سروجي فالحمد لله بالفضل لله أننا نشأنا ما بين جدي وسيدي كلهم مطوفين بيقدموا الخدمات للحجاج كنت أتذكر الحقيقة أيضا كمان كنا صغارا حقيقة كيف جدي وكيف كان له دور فيه كيف له دور مع الحجاج يعني أنا أتذكر بعض الأحداث الجميلة أنه نما كنا في ميناء كان جدي الله يرحمه كان يعني يجتمع مع الحجاج اجتماعه مع الحجاج الهدف منه أول حاجة هو تعريفهم بقضية المناسك نحن نعرف أن بعض الحجاج يأتي يحتاج إلى نوع من التوعية في التعريف بمناسك الحج كان أتذكر أيضا كمان بعد الوقوف بعرفة كنت أتذكر الحقيقة سواء جدي أو سيدي لأنه كانت المخيمات قريبة من بعض كنا نشوف الحقيقة كيف دعاء يوم عرفة دعاء يوم عرفة كان يعني هذا من الأشياء التاريخية التي لا تنسى كان يعني يوم عرفات كان هناك طبعا لقاء لجميع الحجاج في المخيم في مشعر عرفات هذا اللقاء يقوم بالدعاء لجميع الحجاج وهو دعاء يوم عرفات كنت أشاهد الدموع من الحجاج هذه الدموع من كتر ما هم الحقيقة متفاعلين مع مطوفهم وكيف أن هذا المطوف يقدم لهم هذا الدعاء وهو استشعار حقيقة إنساني عالي جدا